السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله شوية ايامسو اليوم شوية عشق العيلة لا اله احنا نفضل بيضا الحمدلله ضربة اليوم زيان وروات الارض ورب يرحمنا ورحم العباد الله عربي يرحمنا من العد لا اله ايلا الله اخفت عالي البارح وانت كنا نزملك في الخطة ولكن ما ساعدناش الحق خفت عالت عبادك وانت كمال تفضلي تفضلي اختي عيشة تفضلي انا كنسمعلك عاولني شوية ايالا عيشة اش كندلي في الحياة ديالك قد صاحب التال عندك شوية ولدات ما عدي شنالي قلتك ما عدي شوليدات عشرين عام هذا ما نسقناش الله ايالا قالت عليك لا اله ايلا الامر لله العطاء ديالله تعالى ايالا عادك شوية ايالا عيشة قلت الاسماء مشيت الطبية تطبيب درت العلاج مشينا الطغيبو قلنا كنا مشينا لأ عشر في حاسات الساعة قلنا عندكم تلقيه وإحنا ما عد نشهدك المبلغ لي قلنا ايالا مبلغ كبير للا اطفال الانبيب ايها للا كين هو موجود ولكن باهض شأن ما لا إله إلا الله الأمر لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله اه كنت نشيت حق في الوين دوزة قال لي يا دك الليلة كت شوية دايرة مع مرني هذرش ايها قال لي عدك شي جوش كويران في الوين ايها للا اللهم تعالى يفرحك يا ربي الله يفرحك للا عيشة ايها وين عليك شي جمعية ولا شي محسين حي حاولنا وخلا لا ننشج الرقم ديك للا عيشة يك في الأخير في 27 يك هذا هو الرقم تياحي اي في الخصفة للعيشة بإن الله يا ربيك ملك الرجاء لا حول ولا قوة إلا بالله للعيشة هذه المكالمة ديالها في الحقيقة في رسائل عظيمة ومؤترة وهي أن نعم الله علينا كثيرة ونحن لا نكاد نراها من بين هذه النعم أن الله تعالى أنعم علينا جميعا بالذرية يعني كل واحد عنده لدات وعنده بنيات ولم يتعب في إيجاد هؤلاء الأولاد والبنات غير علاقة زوجية بسيطة ترتب عليها الحمل وجاء فيها الذرية وهذا عطاء عظيم يستحق أن الإنسان يقف أمامه متأملا ويشكر المولى عز وجل لكن نحن يصيبون الغفلة يعني نعمة كنظنها أنها حق طبيعي يعني الطبيعة هكذا خص يكون عندنا لا بشيء ضرورة فهناك أناس تعدبوا عذابا أليما وعانوا معاناة شديدة من أجل تحصيل الحمل وأعرف الكثير منهم الكثير منهم مرت سنين طويلة وكتلقى عنده المأساة عنده مال عنده حياة مستقرة ولكن ما عنده أولاد كتشعر دائما بأنه مكسور الجنح وخاك يكون مؤمن وكيكون مصلي ولكن لما يرى مشهد الأباء مع أبنائهم غدا بهم المدرسة أو في مناسبة العيد السعيد كيشلوا الملابس أو كيمشلوا في العطلة الصيفية معهم إلى منتج سياحي ألعاب وكذا هو كيبقى هكذا وحيدا وخصوصا النساء النساء ما زال الرجل كي يبدل الوقت كي يخز العمال كيمشي المقاك عند الأصدقاء لكن المرأة كتبقى في البيت ديالها يوم وراء يوم كتشعر بمأساة عظيمة جدا وكتبكي بالداخل وما كتبقى توري الناس فهذه نعمة أيها الأحباب الكرام علينا أن نشكر الله عليها لأن بأضضاضها تعرف الأشياء أختنا عيشة الطب هو متطور وكين هد ما يسمى بالزرع أو أطفال الأنبيب والعلماء قالوا بأنها مشروعة من حيث التعصيل الشرعي هي مشروعة مدام أن الماء الرجل والرحم للمرأة وكي يخضوا من الذكار الأنت لهم زوجين شرعيين وكيوقع لهم الإخصاب ربما عندهم عندهم موانع في الإخصاب فكيد تضعف واحد الأم ثم بعد ذلك يعادوا إلى الرحم فهذه عملية طبية وهي شرعية لأن الماء ماء الرجل وماء الزوجة وهم زوجين على سنة الله ورسوله وصارت سهلة وصارت متداولة في المغرب عندنا كثير غير الضار البدرة عندنا جموعة الطباء اختصاصيين مبقوش الناس كي يضطر رمشوا إلى فرنسا أو إلى دول أجنبية لكن المبلغ يلتزت المليون بالنسبة لبعض العائلات أراك يدوز بغير عطلة صغيرة في تركيا أو في إحدى المنتجعات السياحية ويرجع وللعيشاء سنين وما يجمعوا في هذا المال إذا ربي صخر رأى ربي عز وجل يرزقوا المال والبنون للعيشاء دائما ونحن نعيش في هذا الحياة الدنيا لا ننسى بأن الله معنا وهو يسمعنا ويرانا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا وهو على كل شيء قدير وهو بالإجابة جدير وهو قال عن نفسه العلية يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب نسأل الله تعالى العلي القدير أن يبشرك وزوجك بالذرية طيبة الله يبشرك بالحمل القريب ويعطيك درية طيبة بالتوأم بالذكر والأنت بلا طبيب ولا معالج ولا أي شيء نسأل الله أن يسعد قلبك ويقر عينك ونفسك بالإنجاب قريبا 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 إنه سميع مجيب الدعوات ونخطط الرقم نقل اللعي شعب ولا القنش وأهل الخير ليبغي ساعدك مجديري هذه العملية الجراحية سنكون السعداء بإذن الله ها هو رقمك عندي إن شاء الله يكون خير بإذن الله لكن أنا عندي أمل بأنك تحصنين على الحمل وعلى الأولاد من عند الله يعني نقيم الليل وأسجد واقترب وأبكي بين يدي المولى وأقول يا وغاب يا وغاب يا من يغبوا لمن يشاء إناثا ويغبوا لمن يشاء الدكور أو يزوجهم دكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة لا تجعلني عقيم يا رب ارزقني ذرية طيبة يا ربي ارزقني ذرية وأنت خير الوارتين لا تدرني فردا وأنت خير الوارتين وادعي الله كثيرا ثم بالنهار لك سبحا طويلة النهار سبحا طويلة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدررة ويمددكم 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 بأموال وبنين بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار الاستغفار الاستغفار التسميح والاستغفار وسوف ترى عجبا لأن هذا التسميح والاستغفار ركيء للعلاج الداخلي رأى الهرمونات والخلايا والدورة الدموية ونبضة القلب ومنطقة التفكير والطاقات الكهروميغناطيسية داخل الجسد وكل ذلك يتغير ويتفعل كلما كنت ذاكرا كلما كنت خاشعا كلما كنت أمد يدي إلى الرحمن كلما طرقت ما برج والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجدوا رأى الجسمك التغير والفكر والنفس وربي يعطيك وإذا أعطاك أدهشك وإذا أعطاك أغناك وإذا أعطاك أسعدك فاللهم يا رحمن ليسنا رب سواك ندعوه يا ربي والأمطار للخير تدل على أن الله راضي للعباد كلما كانت أمطار الخير معنى أن الله تعالى راضي عننا رغم الدلوب ديالنا رغم التقصير ديالنا رغم ظلم بعضنا بعضا ومع كل غادة ربنا عنا راضي يقول لنا الله يردع لكم الله تعالى يقول لنا لما تكون السماء تمطر الأمطار أمطار الخير والرحمة معنى أن رب العزاكي يقول لنا أنا راضي عليكم الله يردع لكم جميعا معنى هذا احنا في وضعية مريحة رغم كل شيء وكان لا شيء وقع الحمد لله هذا الأمطار ديال الخير فيها معنى أن أبواب السماء مفتوحة وأن أي دعاء دعين به إلا ويصعد إلى السماء أبواب السماء مفتوحة دعي ما شئت والأمطار كتنزل دعي ما شئت ورب عز وجل لا يتقبل لأنه ينزل الغيت ينزل الغيت على الأرض فتحيا بعد مواتها أسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وقلوبكم وأن يحيي ضمائرنا ونفوسنا ونفوسكم وأن يجعلنا وإياكم من عباده الراشدين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي كريم